ازاي انا هقولك دلوقتي والدكتور احمد هارون هيقولك على طرق خطوات مهمة جدا افهميها واستوعبيها لان احنا عارفين واجعك وحاسين بيك ومعاك قلبا وقالبا تعالوا مع بعض وكلنا نبقافين في ظهر بعض وهقولك ازاي تقف على رجلك وازاي تعدي المرحلة دي مرحلة التعافي ومرحلة شيل المسئولية اللي مش خفيفة والمسئولية التقيلة والحملة التقيلة دكتور احمد هارون سبع خطوات ايمان فاكرة لما قلنا اعملي كده دول السبعية تعالي مفكر الناس السبعية دي علشان ممكن يكتبوها يمشوا معاها يبقوا يرجعوا للحلقة بعد شوية كل ما يحتاجوا يعفوا في خطوة معينة يرجعوا لها الخطوة الاولى ازعلي وما تدريش التانية صرحي ما تتكسفيش التالتة اهم منهم واجهي وما تخفيش الرابعة قومي ما تستسلميش ايوة دكتور احمد بس يعني انا السبع حاجات الحضاكت لسه هكملهم من بداية رقم اربع انا ما عرفش اعملهم يعني يعني انا ما بقدرش يعني لا اعيد بس ما عرفش اباين لما الناس بتكلمني اه ما بردش على التليفون اه بحب انعزل اه بحب حس ان انا في وحدة ومحدش فهمني ولا حد مقدر احساسي ولا حد فهم الحزن اللي جوايا وبعدين دايما الست اللي بتطلق بتتهم لو انا بينته حزني انتي لسه بتحبيه ايو عد كوني لسه بتحبيه ايه ده ايه ده انتي هتتجنيني وترجعي له ايه ده ايه ده انتي بعندكيش كرامة فهمني يا دكتور احمد حاجاتي بتوجع اكتر بتوجع الست فبتعد تبين قد ايه هي جبروت اه انا ابين قد ايه انا جبروت ولا فرق معي والعكس عكيس ده بيدمر شخصية ايه ده بص في حيلة نفسية اسمها reaction formation reaction formation اه يعني عكس اللي جوايا اه يعني انا بحاول ابين ان انا جامد وما فيش حاجة حصلت لي وانا كويس جدا الدينايل ده او الانكار ده هو الخطوة التانية في السبعية اللي احنا قلنا عليها اعترفي وما تنكريش اعترف ان اختيارك كان غلط ان تقديرك للشخص كان غلط ان تصنيفك للشخص كان غلط اعترافك ان انت كنت غلط تلت تربع حل المشكلة تلت تربع ادارتها اعترافك ان انت اختارتي بقلبك بمشاعرك بعواطفك مش بتفكيرك اعترافك ان اختيارك ما كانش في محله ومشاعرك ما كانتش متقدرة منه اعترافك ان قرارك بالارتباط وقتها ما كانش صح من الشخص ده ما كانش صح قرارك بالاستمرار ما كانش صح خليه نلفت نظرك للمعاناة الحقيقية الناس اللي بتعيش في البرية اصعب حاجة بيواجهوها وهم بيصطادوا الحيوانات تفتكري ايه اصعب حيوان بيواجهوا فكرة صيده ايه اصعب حيوان ممكن؟ اكتر حاجة تيجي في بالك اشرص حيوان فيهم اسد؟ خالص اسهل حاجة بيصطادوها هي الحيوانات المفترسة يعمل له خية ويحطه في شبكة ييجي على الفريسة يصطادوا وخلاص اصعب حاجة تواجه الناس اللي عايشين في البيئة البرية اصعب حيوان يقدروا يصطادوه الارد اللي بيتنطط من شجرة لشجرة الحر الطليق اللي مفيش حد يعرف يوصله لا في الارتفاع اللي هو قاعد فيه ولا في الحركات اللي بيعملها بيستدوب طريقة غريبة جدا اغلب الناس بتعاني من اللي هو هيعاني منه دلوقتي بيجيبوا ارورة مدخلها داية يدو بيستوعب ايده وهي دخلة يحطوله فيها كمية موس كبيرة الارورة مربوطة في شجرة بيمدي ايده جواها ايده دخلت اه مسكت الحاجة من جوا ايوة ما يعرفش يخرج انا معيك اه ما بيعرفش يخرج بايده اه هنا بيقرر ان يخرج باللي كسبه يخرج بالوقت اللي هو بزله يخرج بالحاجة اللي هو حصل عليها ايده ما بتخرجش عشان المدخل غير المخرج اه وهنا بيجوا يقبضوا عليه وياخدوه في وقت معين بيكون الخلاص فان انا تخلى ان انا انسحب اه وقت تفتكر ان الانسحاب ضعف ولا ان التخلي فقدان للقدرة لا الانسحاب مش ضعف يعني انا مدركة تماما كأيسة ان الانسحاب من حياة صعبة اه مش ضعف الانسحاب من بيت ممكن يكون بتهان فيه فده مش ضعف الانسحاب من راجل ما بيقدرنيش ولا بيقدر مشاعري ولا بحس بأي تقدير لا الانسحاب مش ضعف ما فيش راجل بيخون وما فيش راجل بيهين وما فيش راجل بينطقس من ستة عايشة معاه وما فيش راجل بيزل حد عايش معاه وما فيش راجل ما بيصرفش على عياله اللي بيعمل اي حاجة من دول او حاجة شباههم زكر مش راجل كل راجل هو في الاصل زكر بس مش كل زكر يقدر يكون راجل صح زكر وانسة دول نوعين مكتوبين في البطاقة وربنا خلاقهم كده راجل وامرأة دول صفات مش اي حد يقدر يكتسبها كتير من اللي عايشين ذكور ومسمينهم رجالة وده مش حقيق دايما جملتك الشهيرة يا دكتور احمد دايما دايما علمتني حتى اقولها للمستمعين او مشاهدين او في اي مكان حتى في اي برنامج ليا ان دايما بقيت خلاص يعني اللي هو ده زكر ده زكر مش راجل ده راجل مش زكر يعني اللي هو خلاص عرفنا فيه فرق ما بين الزكر والرجل بس للاسف يعني احنا وإحنا بنختار احنا بنختار بقلبنا يعني كل الستات عطفية يعني إلا إلا قلة القليل اللي بيفكروا بعقلهم هنعايزة فاجئك بقى ان القلب هو العقل دايما حلقات الدكتور احمد هارون بيخليني دماغي دي بتشت يعني ايه القلب هو العقل اللي موجود هنا ده اسمه ايه؟ عقل مخ برافو عليك ده برين المايند العقل موجود فين العقل موجود فين؟ السؤال الصعب ده مش هو موجود معنا هنا في المخ ده مخ اه فين العقل؟ اللي احنا عارفينه وانه احنا مع المخ يعني مع المخ يعني في نفس المنطقة لهم قلوب يعقلون بها أو لا يعقلون بها القلب هو المقر الأساسي للعمليات المعرفية اللي هي العقل اللي المخ بيخدم عليها بعد كده واعدوا يدوروا كتير جدا قبل ما يكتشفوا ان الإجابة موجودة في آية قرآنية من 1400 سنة لغاية ما اكتشفوا ان حد بالصدفة يتعملوا عملية نقل القلب بعد حدثة ابتدى الشخص ده بعد فترة يكتسب صفات الشخص اللي تم نقل القلب منه بقى متزن زيه بياخد قراراته بروية زيه الستات مش بتختار بقلبها هي بتختار من غير ما تحدد احتياجاتها دخلتي عملت شوبينج وانت جعانا هتجيبي أكل كتير وهترميه صح لما ادخل مطع بطلب أكل وانا جعانا بطلب حاجات كتير أهم حاجة قبل الارتباط تحدد احتياجاتك حددت احتياجاتك عرفت انت عايزة ايه وازي هتوصل لها عايزة ارتبط لمجرد الارتباط دي أزمة وكتير من الناس اسألهم لما جيت اعمل المبادرة اللي اتكلمت عنها معاكي رخصة زواج اسألهم انت عايزة تتجوز ليه صح السؤال المهم كله لو انت مش محدد عايزة تتجوز ليه انا بأكدلك انه هيكون واحد من ضم حالات طلاق كتير بتحصل في السنة الاولى من الجواز